اشتركوا في القناة واخصد بيها الاحوال في لبنان وما تبر بيه المنطقة في الحقيقة كان حديث طيب للغاية وكانت فرصة جيدة جدا ان انا اطلعه على الجهود اللي امنا بيها في الفترة الماضية سواء على المستوى اللجنة الخماسية او على المستوى السنائي بقابل صفات سفيرا لمصر وفي الحقيقة طرحت عليه تفاصيلات كثيرة وافكار قيد الدراسة وكانت مناسبة اني اسمع منه لتقديره ورأيه لان هذا الامر يجب ان يوضع في ان يوخص بين اعتبار في الفترة القادمة وتوافقنا على انه مثل هذه اللقاءات تستمر في المستقبل وتبقى على وطيرة متقربة لان في حقيقة احداث سريعة ومطلحقة وبالتالي دائما التواصل والحديث والنقاش شيء في غاية الاهمية وبيخلص دائما الى نتائج ايجابية لانه بنجد انه من الافضل شرح المواقف والحديث عنها بشكل مباشر وليس يعني عبر وسطاء او حتى عبر وسائل اعلام فقط انما ايجاب ان يكون التواصل مباشر لانه بيعطي فرصة لاستجلال حقه بشكل كامل فهذا هو المدار اليوم في لقائي مع غبطة البترك وهو زي ما قلت حضراتكم اللقاء كان في غاية الاهمية من وجهة نظر شكرا جزيلا سميد تحدثت عن افكار لا ادلوا اياها لبترك ما هي هذه الافكار في حقيقة انا افضل ان هذه الافكار طبعا كلها افكار تذهب في اتجاه الانتهاء من الاستحقاق الاهم في الفترة القادمة وهو انتخاب الرئيس انما فيه يعني تفصيلات كثيرة لم يتم بلورتها بشكل كامل بعد وبالتالي افضل تركها الى مجرها الزمني ولكن وقتا يتم التوافق على شيء سوف يتم طبعا اعلانه لحضراتكم اي هواجس تتفركن عن ردة الوطير الى الهواجس في الحقيقة الهواجس كلنا انا نتشارك هدي الهواجس انه الوضع الان لا يستقيم معه بقاء دولة بحجم لبنان وفي موقع لبنان بدون رئيس وبالتالي ده هاجس الجميع كله يعني يتشارك فيه وفي حقيقة انا كل لقاءاتي مع القوى السياسية المختلفة كان بلمس عندهم هذا التقييم بانه هناك يعني شيء ضروري وملح ليه انتخاب الرئيس لكن مع الظروف الحالية وما يمر بيه الاقليم اتصور هذا الامر يعني شيء في غاية الاهمية الانتهاء منه في اقرب وقت ممكن سعد السنفير هل العقبات تمام انتخاب ايش الجمهورية داخلية ام تاريجية لا انا في الحقيقة لقى يعني زي ما بنقول دايما انه هذه العملية هي في حقيقة ملكية خاصة للبنان وبالتالي الحمل والاب والالتزام يقع اولا على القوى السياسية داخل لبنان ما يقوم به العالم الآخر خارجي او الخماسية وغير الخماسية هو التسهيل احنا زي ما بنتحدث ونحث الاخوة في لبنان على الحديث داخليا للانتهاء من هذا الاستحقاق ايضا ما نتحدث نحن كخماسية ومع دول اخرى عن اهمية هذا الامر ايضا لاستقرار لبنان ويعني نهضته في الفتر القادمة ان شاء الله ولكن ما ليش من يعطل في الداخل تقول ان المسؤولية هي مسؤولية لبنانية وانتم تجرون كافة الافريقاء اللبنانيين من يعطل في الداخل شوف هو في الحقيقة لا تستطيع انك تضع يدك الان وانا اتحدث معكم على طرف محدد اقول ان هو المعرقل الجميع له وجهات نظر والجميع بينظر الى هذا الامر من زاويته الخاصة فانا ما نقوم به وما نعمل عليه سوء على مستوى السنائي او من خلال الخماسية الى ان احنا نقرب وجهات النظر هذه للوصول الى وجهة نظر واحدة تعبر عن لبنان وعن الداودة الوطنية وعن رغبة حقيقية من مختلف القوى سياسية في استقرار هذا البلد والانتهاء من استحقاته انتم متفائلون بالوصول الى حال طريق انا في حقيقة على مستوى شخص دائما متفائل وبالتالي لا لا استطيع حتى حتى من خلال الخماسية انا اؤكد لكم على انه حدثنا في الخماسية اول امس في الحقيقة كان ايجابي لغاية وحامل الابرة كبيرة من التفاؤل لان هو التفاؤل في الحقيقة بشيء ضروي ومهم يجعلنا نوصل الى الامام والتغلب على كل العقبات اشكركم شكرا جزيلا شكرا لحضراتكم شكرا